اشتركوا في القناة كيفية كتابة البحث والاستفادة من المصادر للبحث وذكرنا في نهاية الفيديو طريقة سريعة وبسيطة جداً لكتابة وتوثيق المراجع داخل البحث وان شاء الله في الفيديو ده هنشرح اكتر من طريقة مبسطة لكتابة وتوثيق المصادر والمراجع في البحث بطريقة احترافية وطريقة صحيحة وكنا ذكرنا في الفيديو السابق بالاضافة الى المصادر اللي ببدأ استفيد منها زي بنك المعرفة المصري والجوجل سكولر والريسيرش جيت ودار المنظومة والمراجع الورقية والحاجات دي ذكرنا كمان شكل طريقة التوثيق عندنا داخل البحث ان عندنا في حاجات مهمة جداً لازم نكتبها لازم طبعاً اسم المؤلف ودار النشر وسنة النشر والصفحة والكلام ده كله بالنسبة لي المراجع الكتب مثلاً بنكتب اسم المؤلف وسنة النشر وعنوان الكتاب وبلد النشر ودار النشر وسنة النشر معلومات وارقام الصفحات كمان اللي انا استخدمتها من المرجع طبعاً بكتب المعلومات دي كلها زي ما هنشوف ان شاء الله في الفيديو ده هنشرح اكتر من طريقة للكتابة البحث لو انت جايب بريسيرش بيبر مثلاً بتاخد اسم المؤلف وسنة النشر وعنوان البحث واسم المجلة أو دار النشر اللي عندك ورقم المجلد ورقم العدد والصفحات والمعلومات دي هنشوف ازاي نجيبها بسهولة جداً جداً في كتابة المراجع مع بعض تعالوا نفترض ان ده مثلاً وياكن ده شكل مثلاً مرجع يعني مكتوب باختصار كده بحيث او شكل بحث مكتوب في معلومات بسيطة كده بحيث نستعين بها بس في كتابة المراجع تعالوا نفترض ان انا عندي الفقرة دي عايز اشير هنا الى مرجع او مصدر فهنا مثلاً هقول كده دي الفقرة هشير لي المرجع عندي رقم واحد فيها فبكتب هنا رقم واحد وبنزل في المراجع تحت هنا بكتب رقم واحد ونروح نشوف المرجع رقم واحد ده هو عبارة عن ايه ده مسلاً المرجع رقم واحد بنسبالي في معلومة بس حابب اأكد عليها لابد يا جماعة من توصيق المراجع اثناء كتابة البحث خطوة خطوة ما ينفعش ان انا اكتب البحث كله وارجع اضيف المراجع ده مش صح الصح ان انا كل فقرة اكتبها في البحث وانا ببقى متذكر الفقرة دي انا يعني اشرت او استفدت من مصدر شكله ايه او ايه هو فلابد الاشارة لي مباشرة طيب افترض ان ده مثلاً المرجع اللي انا عايز اوسقه فيه المكان اللي اشارنا ليه فكل اللي حضرتك اتعمله انا هبدأ بالطريقة اللي تم شرحها في نهاية الفيديو السابق الطريقة البسيطة باخد اسم المرجع بالشكل ده وبدخل على جوجل سكولر لو مش عارف توصل له باكتب في جوجل عادي خالص جوجل سكولر بيزهر لك هو في الايه الاختيارات بدخل عليه الشكل ده وتقدر كمان تنزله في شكل بوتون في او ابليكيشن عندك في الطول بار بالشكل زي ما حدرك شايف كده بحيس لما اضغط هنا يدخلني على طول على الجوجل سكولر وابحس فيه مباشرة يبقى ممكن اضع هنا ابحث من هنا او ابحث من هنا لاتنين واحد فمسلا انا احط اسم المرجع اهو واقول له سيرش هيروح يجيب لك المرجع ده اهو زي ما حدرك شايف وطبعا زي ما قلنا بتتأكد من الاثر اللي عندك عشان تأكد ان هو اسم المرجع ودار النشر والكلام ده بعد كده اه بتيجي تعمله سيتيشن او تقتبس البحث ده عندك في المراجع او بتوسقه في المراجع ان انا بتجي على اقتباس او سايت لو انجليش سايت او سيتيشن وبالعربي اللي هي اقتباس فانا بروح ضغط هنا كده واختار شكل واحد من دول واوحد كل المراجع بتاعتي زي ما قلنا انها تكون بشكل موحد فمسلا ااخد الشكل ايه بي ايه ده هاخده كوبي واروح احطه فين في المراجع بالشكل ده كده يبقى انت كده وسقت الايه المرجع الاولاني ونفس الكلام برضو لو حابب اعمل مرجع تاني برضو مثلا لو حابب ان انا اضيف مرجع تاني او اشير لمرجع تاني في فقرة وليكن المكان ده كده انا عايز اشير لمرجع تاني طبعا الاشارة ما بتبقاش عشوائية كده يا جماعة لا يعني انا عشان بشرح امثلة كتابة المصادر ولكن اثناء كتابة حضرتك للبحث بتشوف الفقرة دي مثلا حضرتك مقتبسة من بحث اسمه ايه او ايه هو وعبارة عن ايه هل هو موقع هل هو مجلة هل هو مرجع هل كتاب هل محاضرة هل ايا كان نوع المرجع ايه فحضرتك لابد بعد كتابتك للفقرة او سياغتك للفقرة باسلوبك زي ما قلنا انك تشير للا ايه للمصدر او المرجع اللي حضرتك اا استفدت منه في الحصول على المعلومة دي فانا افترض ده مسلا بالنسبة لي المرجع رقم اتنين والمرجع رقم اتنين ده هو اللي اكن مسلا اا هنقول هو اللي اكن على سبيل المثال هو الايه الكتاب ده مسلا ده كتاب حضرتك استفدت منه وباخده برضو نفس الكلام واروح ليه الجوجل سكولر اهو واحطه بالشكل ده هنا لو ما جابش اسم المرجع بالتفصيل او هو بالزبط يفضل انك تحطه بين اا دابل كوتيشن طبعا دابل كوتيشن هنا بيجيب لك الايه المرجع بالزبط طيب هو جابهولي في الاول او فعلا وده فعلا المرجع وده الايه الاسر بتاعه يعني تقريبا ده وده هو هو نفس الايه فلو انت حابب تعمل سايت ليه برضو نفس القصة باجي على اا اكتباس هنا اهو واخد الاي بي بتاعه بالشكل ده زي ما اتفانى عشان نشتغل بشكل موحد في المرجع واحطه رقم اتنين بالشكل ده كده ده بنقول اسرع وابسط طريقة بتقدر توسق بها الايه المصادر بتاعتك وتاخد شكل موحد زي ما حضرتك شايف بالمنظر ده كده وتكمل باقي مراجع الايه البحث بتاعك كاملة دي الطريقة الاولى ودي قلنا الطريقة الابسط والاسهل ان انا بستعين بالجوجل سكولر زي ما احنا شايفين كده في توسيق وكتابة الايه المراجع بتاعتك الطريقة التانية لكتابة وتوسيق المراجع داخل البحث هيكون من خلال استخدام المايكروسوفت وورد نفسه في كتابة المصادر ولكن ده بيتم بطريقة يدوية زي ما هنشوف دلوقتي لو حضرتك بصيت على القوائم بتاعت المايكروسوفت وورد فوق كده هتلاقي فيه اا مينيو فيهم خاصة بالريفرانسيز لو ضغطت عليها هتلاقي فيها برتشن خاص بعملية السيتيشن زي ما حضرك شايف كده هنا بنبدأ نضيف اا مصدر او اا بنعمل سايت لمصدر من خلال ادي نيو سورس هنا بتعمل بتاعتك كلها بعض اضافتها لو حبيت تبدل فيها او تشيل اا مرجع من او تغير ترتيبه او ايا كان اا هنا بتختار الستايل بتاع طريقة عرض المراجع ده خلي البحث بتاعك عندك الاي بي اي اللي شفناها من شوية وفيه اا اكتر من طريقة او اكتر من ستايل للعرض في الاي تريبل اي ده مشهور جدا اا فيه اا كتابة المراجع فيه اكتر من اا دور ناشر بتشتغل به هنا بقى الببلوغرافي دي بنضيف بها المراجع كلها مرة واحدة زي ما نشوف دلوقتي فهنا اا تعالوا نفترض ان انا في المكان ده كده عايز اضيف مرجع هنضيفه بطريقة ادوية زي ما قلنا بعمل مسافة كده واجي اقول له انسيرت سيتيشن اد نيو سورس فيطلع لك نافذة بالشكل ده النافذة دي طبعا بتبدأ تدخل معلومات عن المرجع او السورس ولكن بطريقة ادوية هنا بتختار نوع السورس عندك دي كل انواع السورس اللي انت عملت معاها ممكن يبقى بوك ممكن يبقى جورنال ممكن يبقى ويبسايت ممكن يبقى اي ان كان نوع المصدر حضرتك اتعاملت معاها هنا بتختار اللغة طبعا لو انت عامل مرجع اه عامل بحس باللغة العربية بتختار اللغة العربية او باللغة الانجليزية بتختار الانجليش بيطلبها معلومات على حسب نوع المرجع بتاعك يعني مثلا لو حضرتك مستعين بكتاب غير لو مستعين بجورنال فمسلا على سبيل المسال لو انا هستعين بجورنال ارتكل فهنا هيطلب من الاوثر هيطلب من التايتل هيطلب من جورنال نيم السنة النشر الصفحات الفوليوم والاشو دي كلها معلومات طالبة عن الجورنال فتعالوا نفترض مسلا ده اه مرجع انا عايز ابدأ ادخل معلومات بتاعته اول حاجة عندي طالب الاوثر اللي هو صاحب البحث اهو نبدأ ندخله بالشكل ده ممكن تدخل طبعا اه كتابة يدوي بالشكل ده كده تدي الاسم الاخير الاسم الاولاني الاسم في النص وهكذا وتبدأ تضيف اد واحد جديد وهكذا طيب التايتل هو عنوان اللي ايه البحث فهناخد العنوان ونحطه بالشكل ده بعد كده اسم الجورنال اللي عندك اوضار الناشط ده اسم الجورنال اهو اللي هو الدورية اللي تم نشر اللي ايه البيبر دي فيها بعد كده سنة الناشر كل المعلومات دي انت بتاخدها من هنا سنة الناشر الفين وطمانتاشر الصفحات جنبها على طول ايه تسعمية اربعة وتسعين الى الف واحد الفوليوم برضو موجود واحد وتمانين يبقى انت بتاخد المعلومات اهي في معتلاها مكتوبة هنا مكتوبة تحت هنا مسلا دي كل المعلومات اهي اللي حضرتك هو بيطلبها برضو مكتوبة مرة تانية اهي تمام فبعد كده طبعا ممكن في معلومة ما تكتباش يعني هنا الاشو مش مكتوبة في البحث فخلاص اوكي هقول له كده ايه اوكي كده نضفت المرجع الاولاني خد بالك عمل ايه بقى كتب هو واحد اهيه وكده عمل للمرجع الاولاني والمعلومات اختزلها عنده زي ما نشوف دلوقتي هنبدأ نزرها كلها مرة واحدة وقت استدعاءه طيب نروح نضيف مسلا هنا برضو مرجع تاني هقول له كده برضو نفس الكلام اقف كده واعمل مسافة واقول له insert citation اه اقول له add source طبعا لو انا عايز اضيف المرجع الاديم تاني هو بيجيبه لوقت مختصر لو حابب اضيفه مرة تانية عادي خالص ممكن اقول له اه اعمل citation للمرجع ده في مكان تاني عادي جدا اهو اقول له add new source تعالوا مرة دي مسلا روح نضيف book مسلا كتاب فوليكن مسلا ده ايه المرجع او الكتاب اللي احنا عايز نضيف ده مسلا استفدت بيه في البحث وعايز اشير ليه في المراجع فانزل كده طبعا اجيب المعلومات اللي ايه فيها الاوسر مسلا والمكان وحاجات زي كده فانا هروح ااخد ادي العنوان بتاع المرجع وحط فيه التايتل بالشكل ده كده طبعا هنا ياخدوه بساطر ساطر بالشكل ده انا كده حطيت اسم اللي ايه المرجع عايز الاسر الاسر موجودة او بعد كده عايز السنة ننزل تحت شوية كده نشوف ده كان سنة الفين وعشر كانت موجودة هنا اهيه ليه نيو ميكسيكو في اليو اس ايه الدار النشر لو نزلنا تحتها هي الدار النشر هي هي جون وايلي ونحطها بالشكل ده كده انا حطيت المعلومات الخاصة بيه الكتاب ده والمرجع ده واقول له اوكي فبرضو ضاف هنا لايه المرجع التاني هوا طيب بعد اضافتك بقى لكل المراجع بتاعت حضرتك بنفس الطريقة طريقة ادوية بالشكل ده بعد كده باجي تحت كده وايه اجي في المكان ده واقول له بيبلوغرافي وايه ابدأ اصقط كل الايه المراجع اللي انا استدعتها او استخدمتها او اشرت لها في البحث بتاعي فاقول له بالشكل ده يبدأ يجبهم لي بالشكل اللي حضرتك شايفه طبعا انا كاتب هناك كلمة ريفرانسز فممكن اشيل دي عادي خالص اوه تمام وادي شكل الايه المراجع بتاعت حضرتك المرجع الاولاني وهو حاطط المعلومات بالترتيب كما هو مطلوب تماما ولكن انت بتدخلها له بطريقة يدوية واحد واحد زي ما شفنا من شوان دي الطريقة التانية لاضافة المراجع او توسقها باستخدام المايكروسوفت ايه وورد مباشرة ولكن بندخل المعلومات زي ما شفنا بطريقة يدوية من خلال انسرت سيتيشن والبيبلو جرافي بسقط بها المراجع طب لو حبيت تضيف اه مرجع تاني مسلا وعايز تبدأ تضيفه للبيبلو جرافي بعد كده يعني بعد ما خلصت عايز تضيف مرجع اخر عادي جدا بترجع برضو في في المكان اللي انت عايز تضوفه فيه واقوله انسرت اه دي نيو سورس ولكن مسلا هاضيف المرة دي مسلا ويب سايت دي المعلومات اللي هو عايزة عن الويب سايت ولكن ده شكل الايه او ده الويب سايت اللي انا عايز اشير ليه في المراجع انا استفدت منه مسلا فندور على الاوثر هنا طبعا ده تابع ليه الماس ووركس اسم الويب بيج ايه ده هنا الايه الهيل بسنطر ليه الكمبني طبعا هي برضو الماس ووركس السنة يعني بتاخد معلومات ده عشرين عشرين ايه المانس الدي الحاجات دي طبعا تبدو تضيفها ولكن انا بس هحط باختصار الحاجات المهمة فقط اللي ايه عايز اللي هو اللينك بتاعه بالشكل ده طبعا بتكمل بقى معلوماتك كلها تحط معلوماتك مستوفان حطت هنا اللينك اهو بعد كده هنقول له اوكي ضغف المرجع طيب هنا ما نضافش عايز بقى تضيفه معاهم انت خلاص انت عملت له سيتيشن فوق بس عايزوا نضاف معاهم بتروح ضغط هنا كده وتقول له اوبديت السيتيشن انت الببلوغرافي هيروح ضيف لك المرجع التالي بتاعك بالشكل اللي حضرتك شايف وده يبقى تقدر تضيف المرجع بتاعتك كلها بنفس الطريقة اللي قلنا عليها دي ولكن طبعا زي ما قلنا دي بطريقة يدوية ان شاء الله الفيديو القادم هنشرح فيه مجموعة من بتسهل جدا جدا عملية التوصيق وكتابة المراجع داخل الابحاث شكرا والسلام عليكم ورحمة الله يا بركة